موسيقى الأخبار 103 حالات وفاة جديدة بكورونا في تونس يوم 21 من جنف والعدد الجملي للوفيات تخطى حاجز 6 ألاف حالة التمديد في نظام العمل بالتناوب إلى غاية 14 من فيفر المقبل وفق قرار حكومي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ندوة صحفية مرتقبة اليوم السبت لوزير الصحة يعلن خلالها الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والبارد التونسي يتيح من جنف الجاري صرف جرايات التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر موزعاته الألية للأوراق المالية نشرة السابعة صباحا للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية يقدمها لحضراتكم ماكرم الهداشي تحية طيب وأهلا سجلت تونس يوم 21 من جنف في الحالي 103 وفيات بفيروس كورونا المستجد وهي أعلى حصيلة وفيات يومية جرال إصابة بالوباء وفقا أعلنت وزارة الصحة في تحيينها اليومية للوضعية الوبائية في تونس وبذلك يرتفع العدد الجملي لحالة الوفيات إلى 6092 حالة وفق ما جاء في بلاغ وزارة الصحة كما تم الكشف بتاريخ 21 من جنف عن 2389 إصابة جديدة وبذلك يرتفع العدد الجملي للإصابات المكتشفة إلى 93273 إصابة من ظهور هذا الوباء في تونس بداية من شهر مارس الماضي تعافى منهم 140180 شخصا كما سجلت الإدارات الجهوية للصحة أمس في عدد من ولايات الجمهورية ارتفاعا في حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا وفي هذا الإطار تقرر في زغوان غلق منطقة جرادو من معتمدية الزريبة بالكامل اليوم السبت وغادا الأحد فرض الأغلاق الجزئي على مدى أسبوع بداية من الاثنين المقبل وفق مراسلتنا من زغوان حنان العباسي قرر اليوم ولي زغوان صلاح الامتراوي إثر الجلسة الطارئة التي انعقدت بمقار ولاية زغوان عزل منطقة جرادو التابعة لمعتمدية الزريبة كليا يومي السبت والأحد كما تقرر غلق المنطقة جزئيا لمدة ثمانيات أيام بداية من يوم الاثنين خمسة عشرين جامف الجاري وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد تسعة عشر بالمنطقة كما قررت اللجنة الجهوية لمجابهة كوفيد تسعة عشر نقل المصابين إلى مركز الحجر الإجباري بولاية المنستير والبالغ عددهم عشرون مصابا ولم تقترح اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كوفيد تسعة عشر في اجتماعها الدورية مسأمس لتدارس التدابير المستوجبة خلال المرحلة القادمة حجرا صحيا شاملا جديدا حسب ما أكده المدير العام لمعهد باستور وعضو اللجنة الهيش ميلوزير في التصريحة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء وأضف أن اللجنة ستقدم عادة مقترحات إلى الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا التي ستجتمع صباح اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي لمزيد تجديد ودعم الإجراءات المتخذة في طر الحجر الصحي المواجهة وحول ما إذا كانت نية تتجه إلى موصلة تعليق الدروس أكد الهشمي لوزير أنه لا توجد مقترحات في هذا الاتجاه وأقر الوزير بخطورة الوضع الصحي في البلاد في ظل سرعة انتشار الوباء وارتفاع حالات الإصابات والوفيات وارتفاع الضغط على أقسام الإنعاش في المستشفيات والمساحات الخاصة ومن المنتظر أن يعقد وزير وصحة فوزي مهدي صباح اليوم ندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة للأعلان عن الإجراءات الجديدة فيما يتعلق بالحد من انتشار الوباء بعد انتهاء أجال الإجراءات السابقة وكان وزير الصحة قد أعرب عن قلقه من سرعة تفشي كورونا وارتفاع عدد الإصابات والوفيات وذلك في تصريح أن أعلمي أدل به أمس على هامشي موكيب أو موكيب تسلمت تونس خلاله هبة أمريكية من مستلزمات الوقاية الصحية ضد وبائي كورونا وصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي يتعلق بالتمديد إلى غاية الرابع عشر من فيفر المقبل في العمل بأحكام الأمر الحكومي الصادر يوم الخامس عشر من جنف الجاري والمتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية وذلك باعتماد نظام فريقين من الأعوان في توزيع أيام العمل الحضورية ولا تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على أعوان قوة الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الدوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة وبالهيئة الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والتفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخذعون لترتيب خاصة بهم كما لا تخذع والمؤسسات والمنشآت العمومية التي تقدم خدمات حيوية والمؤسسات العاملة في مجال النقل العمومي والتطهير والتصرف النفايات والنظافة لأحكام هذا الأمر الحكومي ويخذع نظام العمل بها لقرارات رؤسائها بعد أعلام وزارة الأشراف القطاعية أفاد البارد التونسي بأنه يمكن لأصحاب جريات التقاعد الصادرة عن السندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف جرياتهم من الموزعات الألية للأوراق المالية التابعة له بداية من جنف الجاري بالنسبة إلى المسجلين في خدمة سهل جريتي وكذلك أصحاب أرقام بطاقات التعريف الوطنية التي تنتهي بصفر أو واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربع على أن يتم تعميمها في شهر فيفر المقبل على كافة المنتفعين ودعا بقية المنتفعين بالجريات الصادرة عن السندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الوطني للتقاعد والحيط الاجتماعي إلى تسجيل بخدمة سهل جريتي بمكاتب الباريد أثناء صحب جريتهم من النوافذ وتحيين معطيتهم يواصل القيمون والقيمون العامون الاثنين المقبل خمس والعشرين من جام في إضرابهم المفتوح ما سيعطل العودة إلى الدراسة بعد الحجر الصحي حسب ما أفد به الكاتب العام الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين التابعة لاتحاد الشغل جمال الهاني أحنا دخلنا في اعتصام مفتوح احنا دخلنا في اعتصام مفتوح داخل المقارة الغربية منذ 17 نغامبر 2020 داخل مقارات المندوبية الجهوية داخل الجمهورية يوم 6 جامع عملنا يوم غضب ثاني أمام القصبة وقال اعتداء علينا في حين مناع الناس تتفكر في الكيسات وتحبس في السكة وتحبس في الغانة موقعة تعتداء عليها دخلنا في الغرب المفتوح بعض الناس توفينا كل الحلول عملنا اعتصام الهيكل لنا قضية انا قلت فيكم في نمو عندي 16 يوم من يوم 6 جامع من ضربتني كورونا نزرع الموضوع هذا بالنسبة لنا نحنا اصبرنا على الوزارة وعلى صلت تصراف روح عنا ما حضر منذ منذ 8 ميهة 2018 مش كما يقولوا البارع في يحدث القناهوات في 8 ميهة 2020 في النهار الاثنين ان شاء الله باش نواصل الغرب المفتوح بتعنا باش نزيد سكر مؤسسات جديدة ومن نتحملوش نحن المسؤولية تتحملها صلت تصراف صلت تصراف هي مسؤولة على الكلام ذا ومسؤولة على الولياء ومسؤولة على القيمين ومسؤولة على المربين بالنسبة لنا نحن منش مترزعين الغرب المفتوح متواصل الى حين صدور الاوامر بالرأي بالرسم من الجمهورية التونسية يتم اليوم السبت جلب جثمان عوض مجلسي نواب الشعب عن حركة النهضة الفقيدة محرزية العبيد من فرنسا حيث وفتها المنية هناك بعد خضوعها للعلاج وستوارث راغدنا لحد بنابل وفق المتحدث باسم حركة النهضة فتح العياتي وكانت الفقيدة محرزية العبيد توفيت فجر أمس الجمعة عن سن 55 سنة بعد صراع مع المارف رحم الله الفقيدة رزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان وأن لله وإن إليه راجعون نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين في العالم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى نحو 97.6 مليون شخص ووفات أكثر من مليوني شخص حتى الآن منظمة الصحة العالمية تقول أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة فيزر للحصول على 40 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 للبدء في التحصين بالدول الفقيرة ومتوسطة الدخل ضمن برنامج كوفاكس الشهر المقبل حكومة الوفاق الوطنية الليبية تقرر غلق مؤسستها التعليمية اعتبارا من الثابت لمدة ثلاثة أسابيع واقتصار نشاط المقاهي والمطعم على خدمة التوصيل إلى المنازل لفترة غير محددة لكبح تفشي وباء كوفيد-19 فرنسا تسجل 23.292 حالة إصابة جديدة بالوباء و649 حالة وفات خلال الساعات الـ 24 الماضية الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتبر أن وباء كوفيد-19 سيصفر عن أكثر من 600 ألف وفات في الولايات المتحدة ولبنان يطلب مساعدة الأمم المتحدة ودعمها في مكافحة كورونا بتوفير 200 سرير لغرف العناية الفائقة في المستشفيات ودعم حملة اللقاح لتشمل جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية نهاية هذا المعضة الإخبارية المفصل قدمناه لحضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية وليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيه في هذه العنوين 103 حالات وفات جديدة بكورونا في تونس يوم 21 من جنفي والعدد الجملي للوفيات يتخطى حاجز 6 ألاف حالة التمديد في نظام العمل بالتناوب إلى غاية 14 من فيفر المقبل وفق قرار حكومي صدر بالرعد الرسمي للجمهورية التونسية لدوات صحفية مرتقبة اليوم السابت لوزير الصحة يعلن خلالها الإجراءات الجديدة للحد من انتشار وباء كورونا والبارد التونسي يتيح من جنفي الجاري صرف جريات التقاعد لصندوق الوطني لذمان الاجتماعي عبر موزعاته الألية للأوراق المالية نهاية النشرة نبيل عبيد تواصلوا معكم المشوار بعد قليل في يوم سعيد مع جمل تحيات مكرم الهداجي وكامل الفريق الصحفي والتقني نلقاكم بخير ترجمة نانسي قنقر